بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك وأعرب توفيق في البرقية عن خالص التهاني بأصدق الأمان للرئيس السيسي بهذه المناسبة وقال وزير الداخلية إن هذه المناسبة تأتي لتكون دافعاً للمزيد من البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه يستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لكل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبعث توفيق تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الأطحى للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وللفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث توفيق ببرقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام هذا وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة بمناسبة عيد الأطحى للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر